طيب دلوقتي بقى نتكلم عن السيلز استراتيجيز افضل استراتيجيز خاصة بالسيل لبتاع المباعد في عاجة اسمها كاستمر سينتريك ابروتش كاستمر سينتريك ابروتش اللي هو النمط المعتمد على الكاستمر وده بنشوف الكاستمرز نيدز احتياجات العامل ونبتدي اني كارية منتج او برودكت مناسب لنيدز دي فده اسمه كاستمر سينتريك ابروتش او انت بتبيع بتبقى عرفة النيد فبتلسم المنتج بتاعك بالكلام انه يناسب النيد الحاجة بتاعك بصhoot الكاستمر دي اسمها كاستمر سينتريك ابروتش تعالك لنشوف الديفينيشن بالانجليش استراتيجيز needs and tailor your approach to provide solutions that genuinely benefit them اوكي في بقى حاجة اسمها relationship selling relationship selling اللي هو البيع انتطلل على القطة أصبح عندك بتـ build strong long-term relationships مع الـ customers اللي هو مثلاً ده كان عميلي السنة اللي فاتت ده كان ابنه اشتري مني كذا أبابا جده اشتري مني كذا فده اسمها long-term relationships طبعاً بتخدم بداً جداً هذا بقى عامل الوقت consulting of selling يعني هتتصرف اكتئ كنسولتنت يعني انت رجل تقيل وخبير في مجال فبتجايد الكاستمر بتاعك ناوى يميك الدستشن بانه يفهم اصلا الحدوثة انت الوقت رجل بتدله فلما ترشح له منتج ممكن يكون منتج ده تابعك او كده او لو انت عايز تبيع تجيب شخص يعني زي جايد كده او شخص استشاري كده تستشهد برأيه عشان تبيع سيليك Value Based Selling طبعا ده اللي بيعتمد على Value بقى يعني Unique Value حاجة اسمها Value Based Selling بتبيع عن طريق القمة العالية كده لو انتجك لا يختلف عليه اتنين Social Selling البيعاء الاجتماعي Social Selling Social Selling Leverage Social Media Platforms to connect with potential customers Leverage Social Media Platforms to connect with potential customers Share valuable content and establish yourself as an industry expert يبان تهت Leverage Social Media Platform Social Media يعني انك تبقى عن طريقه Social Media معروف برضو ده Sell Lotion Selling بتلاقي حل عشان تبيع تبيع حلول يعني المشاكل Storytelling بتبقى عندك مهارة استرد القصص علشان illustrate أو علشان تشرح منتج الجامد ازاي وإلى آخره من حاجات الرائعة